يلاحظ هذا الغراب يرقة خنفساء داخل جذع الشجرة هذا لا يستطيع الغراب الوصول إلى اليرقة بمنقاره لأنها توجد في عمق الجذع لذا ينزل ليأخذ قطعة خشب رفيعة ومناسبة ثم يعدلها حسب رغبته بعدها يبدأ بوخز الورقة بها هدفه بكل بساطة هو إزعاج اليرقة حتى تعض قطعة الخشب وهذا بالضبط ما قامت به اليرقة ويحصل الغراب على وجبته تمكن من وضع وتنفيذ استراتيجية للتغلب على العقبات والحصول على الطعام ولهذا السبب تعتبر الغربان أذكى طيور في العالم